في قلب النظام السياسي الأمريكي يقف المجمع والانتخابية كالية حاسمة ترسم ملمح الرئاسة بعيدا عن التصويت الشعبي المباشر يبقى هذا المجمع هو الفيصل الذي يحدد من سيتولى قيادة الولايات المتحدة مما يعكس رؤية الأباء المؤسسين لتحقيق توازن بين الديمقراطية الشعبية والمصالح الفيدرالية تختلف طرق اختيار أعضاء المجمع الانتخابي حسب قوانين كل ولاية ولكن الأساس واحد وهو الأحزاب السياسية التي تقدم قوائم بأسماء المندبين المحتملين قبل الانتخابات العامة وعندما يدل المواطنون بأصواتهم للمرشح الرئاسي فهم في الحقيقة يصوتون أيضا لمندبي ذلك المرشح الذين سيكون لهم القول الفصل في الانتخابات رغم أن المواطنين الأمريكيين يصوتون على مستوى الولايات المتحدة فإن النتائج النهائية للرئاسة تعتمد على تصويت المندبين يمكن للمرشح أن يخسر التصويت الشعبي على مستوى البلاد ولكنه يفوز بالمجمع الانتخابي مثل ما حدث مع دونالد ترامب في انتخابات 2016 التناقض بين نتائج التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي ليس حدثا نادرا فقد انتصرت هيلاري كلانتون بالأصوات الشعبية لكنها خسرت الانتخابات بسبب فوز ترامب بعدة ولايات رئيسية بفارق ضئيل مما منحه جميع أصوات المندبين في تلك الولايات رغم فارقها الكبير في ولايات أخرى يتألف المجمع الانتخابي من 538 مندوبا ويتم توزيعهم بناء على عدد ممثل كل ولاية في الكونغرس وللحصول على الرئاسة يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصوات هؤلاء المندبين ليتم تتويجه رئيسا بعد انتهاء الانتخابات العامة ترسل كل ولاية قائمة رسمية بأسماء المندبين إلى الكونغرس يجتمع هؤلاء المندبون في ديسمبر بعد الانتخابات العامة في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم وتتم مراجعة النتائج في جلسة مشتركة للكونغرس في السادس من يناير يرأسون أبو رئيس الجلسة ليعلن رسميا اسم الرئيس المنتخب إلى هنا وفي نهاية المطاف لا تكمن قوة النظام الأمريكي في تصويت شعبي بحت بل في توازن دقيق يحكمه المجمع الانتخابية وبينما ينتظر العالم النتائج يكون هذا المجمع هو من يمنح الختم النهائي على هوية رئيس الولايات المتحدة الذي يؤدي اليمين الدستورية في العشرين من شهر يناير مدشنا مرحلة جديدة في تاريخ البلاد ترجمة نانسي قنقر